من طلب الكفاية من الله كفاه الله فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاعد بين يديه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن استكفى أي طلب الكفاية من الله كفاه الله ومن كفاه الله وقاه ولهذا إذا تذكر المؤمن كفاية الله له في مأكله و مشربه و ملبسه و سائر شانه حمد الله من قلب صادق لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه تذكر كفاية الله له فقال الحمد لله الذي أطعمنا و سقانا و كفانا و آوانا ثم يتذكر نعمة الله عليه فكم من من لا كافية له و لا مؤوي تذكر هذه النعم و كفاية الله لك فإن ذلك يقدح في قلبك محبة الله و يذكي في نفسك تعظيم الله و الإجلال له سبحانه و بحمده لأنه الذي كفاك كل ما أهمك ثم إذا قلت الذكر الذي شرعه الله تعالى في مواطن الذكر حصلت على كفاية الله تعالى و وقايته و من ذلك إذا خرج الإنسان من بيته فقال بسم الله توكلت على الله و لا حول و لا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت و كفيت و وقيت يتنحى عنه الشيطان فيقول الشيطان كيف برجل قد هدي و كفي و وقي هدي فعرف مواطن الخير و توقى مواطن الشر و كفي من كل ما أهمه و وقي من كل ما يخيفه و بذلك ينال المؤمن معونة الله تعالى فاحرص على الأذكار و استذكر كل ما يكون خيرا لك في الاستقامة على شرع الله عز وجل فإن ذلك يحصل لك به العبودية التي هي طريق تحصيل الكفاية أليس الله بكاف عبده